قبل ما نقولكم على فقراتنا في النهاردة طبعا زي ما حضراتكم معارفين أول يوم في عشرين تلاتة وعشرين إحنا في برنامج صباح الورد بنقول طبعا لكل اللي بيشوفونا في كل مكان كل سنة وحضراتكم طيبين ومصر دايما في خير وسلام وسعادة ومحبة وتقدم كل سنة وكل أب وكل أم فأحسن حال وصحة كل سنة وكل أسرة مصرية أصيلة ووقفة في ظهر البلد كل سنة وكل طالب وتلميذ ومعلم وعامل ودكتور ومهندس وصحفي وفنان ومبدأ كل سنة وكل فئات المجتمع المصري بألف خير وصحة وسعادة عاوزين كمان نقول شكرا لكل هيون مصر استاهرة اللي وقفوا وحاموا البلد دي في ظروف بجد كانت صعبة كانوا ولازالوا هم الأمل والأمان والسلام والمحبة كل سنة وجيشنا وشرطتنا أبطال صامدين وقادرين يحموا بلدنا من كل المخاطر بنقول لهم طبعا إدينا في إديكو كل واحد من مكانه عشان بلدنا الحبيبة بنفكركم بقى بفقراتنا وفقرتنا الأولى النهاردة هتكون فقرة رياضية وحنروح فيها مع ضفنا النقد الرياضي الأستاذ سيف الحسيني واللي هنعرف منه آخر أخبار الأهل والزمالك والدوري الممتاز والصفقات كمان وحيكون فيه مباراتين مهمين بكرة ما بين الزمالك وأسوان والأهل وبيرميدز هنعرف منه تفاصيل عنهم انتظرونا أما فقرتنا الثانية فهتكون فقرة غنائية هنواصل فيها الاحتفال معاكم بقدوم العام الجديد عشرين تلاتة وعشرين واللي نهاردة أول أيامه هيكون معانا المطرب الجميل أحمد معتز اللي هنسمع معاه بعض الأغاني والطرب وهتكون فقرة لطيفة وخفيفة استنوها أحمد وفرقته كانوا قاعدين بقى في الفقوة الجوف بصوا لو ما كملتوش معانا الحلقة حيفوتكم كتير لأن صوته تحفى أغاني جميلة وحنستمتع كده بأغاني حلوة وطبعا الطاقة بتاعت الفن بداية السنة بقى كتير آه بداية السنة صحيح يعني حتى كل الناس بقلك بتحتفل من المبيرة حتكمل احتفالات معانا في صباح الورد واللي ما احتفلش إحنا معواضينكو بقى بحب احتفالات النهاردة في الحلقة اشتركوا في القناة